السلام عليكم أخوتي مرحبا بكم في درس الجديد على القناة اسفام عام العديد من الأصدقاء ومنهم انانيت تفاجأنا باللي على اكس برس بلوكات لنا لحسابات ديالنا وفشكل بغير نشريه كل مرة كي يطلع لنا فشل الدفع وكوض فشكل إما حيث عندنا دو كونت أو لا محترمنا شي قانون من القوانين ديال الموقع وفي بعض الحالات كينين أصدقاء اللي عندهم فقط حساب واحد وتفاجأوا واحدا بها المشكل ديال فشل الدفع وما كدبش تقبل لهم أي كوموند داروا وهذا شعل الجيت اليوم بهذا الفيديو اللي خفيف ضريف وحصري على قناتكم استفهام عام وبغيت نوريكم طريقة صحيحة كيفاش تجنبوا المشكل نهائيا وبكل سهولة فكيف كنعرفه كاملين خواريزميات علي اكس برس مباشرة مني غتتضبط شي مخالف كتقوم بحضر الادرس اي باي ديال الجهاز وبالتالي غتتدير حساب جديد على نفس الجهاز فما غديش يتحليك المشكل وغط القارسك باقي مبلوكي وهنا عدنا جوج ديال الاختيارات فالاختيار او الحل الاول اللي هو باش نفورماتي لهاتف ديالنا وهذا شي اللي ما كيحب دوش العديد من الاصدقاء لانه في العدد ديال جمعة التصاور والفيديوهات ريبرتوار يعني كينا تمر بزاف اللي ما كيبغواش العديد من الاصدقاء وكذلك انا ما كنفضلش انفورماتي لهاتف ديالي لكن الحل الثاني هو اللي جيت باش ننظر لكم عليه في هاد الفيديو اللي هو سهل وغير لكم من هاد الشي هو ان انا غنقومه بتتبيت واحد تطبيق رائع جدا لي اسميته اسلاند هاد التطبيق فهو فالدور ديالو هو كيعطينا واحد الواجهة خاصة بمعلومات مغايرة لمعلومات ديال الجهاز ديالنا بحيط يمكن لنا الدخول الى جوجل كروم من جديد وانشاء واحد الجمال اللي كنت هو جديد اللي غاي يمكننا من فتح حساب جديد على علي اكسبرس بمعلومات جديدة وبدون اي مشكلة ده برضو معي البال مزيان باش ندوزوا التطبيق حيطعرف بلي العديد من الاصدقاء كدوخهم لهدرا كتيرا وبتالي كيفضلوا التطبيق اذا اول حاجة ندرها ندرها ندره بلاي ستور سننشيول سندخل هنا ونكتب اسلاند سيطلع لنا هو اول تطبيق سننشيول سننشيول اذا هنا تطبيق سننشيول الهاتف السنانشيول 숨ت لنا 초قوق السابقة سننشيول losses سننشيول اعطيه سنقوم بتطبيق السابق سننشيول وانضحكم سنشيول سنشيول اكسبر ينخرج خاصم سنشيول سنشيول الحاجة المهمة عندي هنا هي كروم وكذلك جوجل بلاي ستار فأول حاجة غنديرها غامشي الكروم وهنا غندير اكسبتي اي كونتيني اذا هنا غدينجيو غنديرو هنا نو ميرسي وغدينجيو الهنا وغدينديرو علي اكسبريس وغديندخلو له اذا كيف كتلاحظو هذا واحد الكوبون ديرينو الناس اللي يفتحو حساب جديد على علي اكسبريس كيعطيهم فريشيبين يعني شحن مجاني على اي منتوج كيف فوق القيمة ديالو 53 درهم اذا هنا كنخرجو من هاد الخانة وهنا كنجيو وغادي نكريو الحساب ديالنا غادي ندير روجستر لانا انا بغيت نكري كونت جديد هنا غادي نفتحو الحساب عن طريق جوجل ثم هنا غادي نكريو واحد جيميل جديد لان جيميل ديالنا مبلوكي مع حساب علي اكسبريس القديم اللي ديجا فيه المشكل اذا هنا غادي نحاولو نكريو واحد جيميل جديد مثلا هنا غادي نديرو عدلي عدلي وهنا غادي نديرو واحد جيميل مثلا اذا غادي نحاول نكوبي نفس العنوان ديال الجيميل باش مالغلطش فيه ثم بعدنا غادي ندير كونفيرمي افشي المود باست ثم بلنسبة لدينا المعلومات فهي معلومات وهمية اذا هنا هدف على عدلي الدنيا اذا هذا هو الحساب ردي نحاول جديد في علي اكسبريس و نضع الانجاز بمجرد حساب كل مرة دخلت الحساب وصلنا لخوتي الأهم معلومة في هذا الدرس هو دلما فتحنا الحساب الجديد في علي اكسبرس بلا احتى مشكلة فنحفظه عليه فأي منتج بكم و شريته لن تضع الانجاز للمعلومات لكم يعني الادرس او البطاقة الدفع لا تستخدموا وقت ما يريدون تشريه ودخلوا المعلومات مباشرة من بعد انتهاء من الشراء فالمعلومات لا تستخدموا لهم لكي لا يبقوا محفوظين في حسابنا في علي اكسبريس وبالتالي لا توجهنا حتى مشكلة وحاجة اخرى الناس الذين لديهم الوليد للوالدة اللي خليهم لكم او لاخوتكم حاولوا تستخدموا الاسم لان هذه التحديثات اللي جاءة من علي اكسبريس تقدر تشمل حتى الاسماء وبالتالي باش نكونوا بعاد على اي مشكل ديروا اسم الوليد او الولدة الاخ او الاخت باش ما توقعوا حتى شي مشكل اذا هدي هي الطريقة الصحيحة اخوتي ودبا غادي ندوزو كيفاش نجيبو الرابط ديالنا باش ندخله هنا مباشرة فهذا الحساب اللي مفتوح عندنا في اسلند فدائما فاش تباليكم ماد الحقيبة فغا تعرفوا باللي هاد علي اكسبريس اللي فتحين فهو مفتوح في اسلند وبالتالي فهو الحساب الجديد اللي ما فيه حتى شي مشكل دبا كيفاش غادي ندير باش نجيب الرابط اللي بغيت نستبد منه ونحطوه في هاد علي اكسبريس اللي عندي في اسلند فاول حاجة غادي نمشيو للمجموعة واللي ذكر المجموعة فرحنا عدنا مجموعة في تيليجرام ومعدنا مجموعة في الواتساب وكذلك مجموعة في الفيسبوك كنحطو فيها العروض يوميا وكتكون العروض اللي سخية فمثلا هنا عدنا العروض ديال الشراء الجماعي فلاحظوا معي اخواني هناك بعض المنتجات اللي كتكون تقريبا سوية ثلاثة ديال درهم كيف كتشوفوه هنا اقل من درهم هنا ساعة بستة درهم يعني هادو هم العروض ديال الشراء الجماعي بالنسبة الناس اللي ما عرفوشنا واد الشراء الجماعي فرا ننديجة أحطط لكم فيديو على طريقة الاستفادة من الشراء الجماعي وتلقو الرابط ديالو في وصف هادو الفيديو وكذلك الناس اللي بلتحقوا معنا في هادو المجموعة ديالنا في تيليجرام ولا في الواتساب او ولا في فيسبوك هتلقو كذلك الرابط ديالوهم في وصف هادو الفيديو اذا غدير رجعوا لتتمة الدرس فهنا مثلا عجبني هادو المنتج سنقوم بالنسخ ثم سنقوم بالتطبيق الإسلاند سنقوم بالفوق سنقوم بالنسخ سنقوم بالنسخ سنقوم بالنسخ سنختار أي منتج سنختار اللون سننة ثم ثم سنقوم بالنسخ سنقوم بالنسخ سنقوم بالنسخ سعرك هذه الفيديو وأنتم الرح Police وسمع إحجاب واتنقوم الآن المهتمين بالمجال وإذا كانت أخي أختيها دي أول زيارة لك للقناة لا تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد لنا أول بأول